أنت يظهر عندك سؤال يعني محتاج إليه قوي يعني طبقوا وريني كده فقالتك نجد بعض من الجراحين نجحوا في نقل الكلية من الخنزير للإنسان ومع ذلك نجد هذه الجراحة يحرمها بعض العلماء مع إن فيها حياة للإنسان وهل التحريم هنا يشمل الخنزير فقط أو نقل الكلية من الخنزير فقط أو أي حيوان تاني إن جازت العملية أو نقل العملية الخنزير عند الجماهير هو حيوان نجس ومحرم أكله لكن الإمام مالك يرى أن كل حي طاهر فإنقاذ حياة إنسان بجزء من حيوان وإن إحنا عندنا هنمشي ورى مالك سيدنا الإمام مالك ويبقى الخنزير طاهر لأنه كل حي طاهر عنده بخلاف الشفع وكذا إلى آخر فأنا هاخد هذه الكلية من الخنزير على فرض يعني أنا معرفش يعني طبا تنفع أو ما تنفعش لكن السؤال كده وأحطها في الإنسان علشان أنقص حياته علشان أحسن صحته فهذا لا بأس عليه لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وأنا وأنا بأعمل كده باغيت على حد ظلمت حد اعتديت على حد الإجابة لا يبقى فمن اضطر لأن الاضطرار هو ما لم يتناوله الإنسان هلك أو قارب على الهلاك يبقى أنا اضطريت يبقى بالنص بيقول لي أنه نعم يجوز هذا أتفضلي